رب العالمين صلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد أخرج صححة صححة الألبان الرحيم والله في كتاب مشكات المصابيح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله امران سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع وربح من فغه إلى من هو أفق منه وربح من فغه قير فغه فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرخصة فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن من إسرائيل ولا حرج فقال ربح من فغه إلى من هو أفقه منه وربح من فغه قير فغه فإنت قد تكون حافظ الحديث وما أفهم ذاته لكن بمجرد بلاء أكله قد تلقى من هو أفهم منك فيفهم هذا الحديث على النحو الصحيح وينفع الله سبحانه وتعالى به فذا المقصود كل في النهاية من البلاغ وتبليغ الناس الدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحوينهم حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أصل الإنسان في الدنيا دي دار يكون عايش في الدنيا مرتاح ودار بعدين يوم الغيام يخش الجنة الاثنين دين ربنا سبحانه وتعالى ضمينهم لك قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سواء كان رجل أو امرأة وهو مؤمن يعني لا بد شنو يعمل العمل الصالح معه الإيمان لذلك ربنا قال فمن كان يرجو لغاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فأي عمل صالح حتى أن الله سبحانه وتعالى يقبله لا بد فيه أن يكون فيه متابعة النبي صلى الله عليه وآهلي وسلم تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في فعله في قوله في تركه لأنه ترك النبي ذاته عبادة رسول خل حاجة تتخليها برضه الرسول فعل شي أفعل رسول وقف أقيف أقف حيث حيث ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام به لذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو اشنو فهو رد فقال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهورد فالعمل الصالح شرطه الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني هو شرط الإخلاص وهو الإيمان وهو التوحيد فإذا قلت الإيمان أو قلت التوحيد أو قلت الإخلاص فالمعنى واحد وده الكلنا يماع بضادهم حاجة واحدة بضادهم والشرك والشرك ده بيتمثل في شنه الشرك ده ما قاعده يقول أخونا شيخ مزمي الماء ما هو حيوان بقرون بولع من غشم وقل لك نار كثير من الناس بيتصوروا إن الشرك ده حاجة يعني حيوان مخيف الشرك ده هو اعتقاد بالقلب وقد يكون عمل بالبدن وقد يكون نطق باللسان لأنه ممكن يكون اعتقاد بالغلب بالخوف مثلا يقول لده بيان والله الشيخ بتبين فيك يقوم يخاف ما يمشي شيء للحاجة يقول له والله يدي عيدان والله العود ده لو شيلته الشيخ بتبين فيك يقول ما يشيل العود ده الشرك يقول لي أخي أحلف بالشيخ ما يحلف بالشيخ إلا هو شنو صادق يقول لا أحلف بيان الله يحلف بيان الله كاذب تي حغيدة في القلب جوه الشرك لأنه مع الاعتقاد ده الصحيح أن الخوف عبادة مصورة الإنسان يخاف من من يخاف من ربنا سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة قال من عمل صالحا جاب العمل الصالح من ذكر أو أنثى مع شنو مع التوحيد وهو مؤمن ربنا سبحانه وتعالى خصاه بمزايا أولا قال شنو قال فلنحي أنه حياة طيبة والحياة طيبة دي ما ما شرطا إنه زال يكون غني لأنه الحياة طيبة دي المفسرين اللي تعرضوا لهذه المسألة بعضهم قال الغناع بعضهم قال المال الحلال لكن هي كل ما يدخل فيه الأمر الذي يدخل في النفس السرور ما فيه إشكال أي حاجة بتدخل في النفس السرور ويكون فيها رغد العيش وغيرها بتدخل فيها فربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الأموال ما يعني ما تسد به رمغك وما لا تحتاج به إلى حد ويعطيك الغناع في قلبك ويرزق رزق الحلال ويجعل في نفسك دائما نفسك تكون تطيب ويجعل فيها الخير بشنو بإنك أنت عملت عمل صالح وحتى ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة بعدين الله قال ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كان شنو يعملون ودي المزيئة الأخرى متين ديوم الغيامة فإنت إذا وحدت الله وعملت العمل الصالح لأشلت إحجاب لأنه الرسول قال من علغ تميمة فقد أشرك وقال إن الرغاة والتمائمة والتولة الشرك ومن الزول ناصل بطفوا بالقبور ألحقنا ونجدنا وأنا في حواءكم يا الصالحين ويا الصالحين نجدة يقوم ينده الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى أو يزبحوا ليوم الزبايح أو زول شي الليو يجيب لبا هيما يزبح يقوم شنو يقوم يلصك شنو يلصك الدم في العربية يعتقدوا أنه دي بتكفى العارة تدفع العين يربط الكمون أو غيره من هذه الأعمال دي كلها شركة جماعة والأخوان جزاونا الله غير بيّنوا فالشرك ده بيحرمك من الاتنين دي بيحرمك من إنك أنت تحيا في هذه الدنيا حياة طيبة وبيحرمك من يوم الغيام أنك أنت ما بتكون شنو ما بتكون من أهل الجنة ولا هي ذي بالله لأن ربنا قال إنه من يشرك بالله فقط حرم الله عليه الجنة وما واه النار ما للظالمين من أنصار فعشان كيذا يجب علينا إن شاء الله يا إخوة يجب علينا أن نعمل العمل الصالح بإتباعي بأن يكون خالصا بأن يكون على اتباع باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى ولا يكون معه شرك وندعو ربنا براء وما ندعو مشايخ الناس اللي قاعدين هنا في في السودان ده كثير منهم يعني بنادوا البرة يا سهل نحن قاعدين قاعدين في 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 بارة وهي دي منطقة قريبة من المنطقة اللي قاعد فيها وفي النهاية هلك وما تهلكه الله سبحانه وتعالى وما بيعمل حاجة ولو كان بيعمل شي ما كان يعني ما كان السي الحمد لله الدعوة دي انتشرت وما كان نحن اصلا جينا هنا لكن داشنو في النهاية دي حاجة دخلا في قلوب الناس ان احنا بنسويق وما كنا زاور الاولياء الاغطاب منهم خف الحال منهم مجاير داري يقول لك واحد بيختفي واحد بيصار في النابع ويبسوي لك لكن لا يفعلوا لا ينفعون ولا يضرون ولا يفعلوا يعني شيء ولا يرفعون ولا يضعون وانما الذي يفعل هذه الامور والذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وجميع المسلمين ويهدينا لما فيه الخير والصلاح هذا صلى الله وسلم على البينا محمد جزاكم الله خير بارك الله